مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك 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 يا حياة قلبي مبروك مبروك بالصدفة عرفت إنك خايد أنا بس تخسر فيك إخلاصي إزايد أنت مالك يا بيتي يا من قاعدة في الضلمة كده ليه وعملا بتعييتي بصي إيه دا مش دلوة تخليت خطيبك ودي لبيتي صاحبتك اللي كايت صاحية نايمة أكلها شربة معكي إيه ونبي شكلها حل وكايت أمورها في الخطوب معلش كل شيء اسمه نصيب دقب بالدنيا بس أنت ما كنتش عايزة برضو يا من ولو يعني إيه ولو هيترعب إنو مش هيتجاوز عشان خطرك يقوم خاطب صاحبة عمري معلش معلش نصيب معلش وريني كده تاني شفتين الروج اللي حتى حلو إزاي وبعدين اللي تاخدوا لهانا تاخدوا مسحة السلالة الشباب اللي بيتخنقوا عليها ورجالة اللي بيتخنقوا عليها يعني هي الرجالة كلها خلصت مفادل شيرلا ده سؤالي النهاردة لو صاحبتك وخطبها سابوا بعض وبعد كده جيت قدملك هل تقبل ترطبتي ببعد صاحبتك ولا لأ وقبل ما الجاوب استني لو حصل معاك انت الموقف ده وخطبك القديم اللي سبته بعض رح هو تقدم لصاحبتك وهي وافقك انت بقى تزعلي من صاحبتك ولا لأ حد هيسألني ويقولي طب انت رأيك إيه ولا في الموضوع ده قبل ما تشفي رأينا بصوا أنا بصراحة ليه رأيين واللي اتنين أنا مكتنع بيهم تماما اول رأي انا شايفة انه عادي استني بس قبل ما تقفل الفيديو ده انا هحكيلك موقف ناس قريبة مني قوي بس اعملي لايك وسبسكريب عشان تسمعي الحدودة اولا الجواز ده والله العظيم نصير ومعروف ان العريس والعروسة بيسيبوا بعض لعدم الوفاق بينهم بس انتو الاثنين لما بتسيبوا بعض انت بتبقي متوافقة مع واحد تاني وهو بيبقى متوافق مع واحدة تانية وسبحان الله ممكن الدنيا تلف والظروف تخلي اللي يتوافق معها دي تبقى صاحبتك وانا هنا مبتكلمش على خطفة الرجالة دي حاجة تانية وعايزة حلقة الوحدة انا بتكلم عن الظروف العادية انك اتخطبتي ما توفقتوش سبتو بعض باحترام وهو راح لقى نصيبه مع صاحبتك انا شخصيا حصل قدام موقف زي ده ومش اسحار ده ارايب والله كمان كان فيه اربعة عمان فيه اتنين منهم عندهم ولدين واثنين منهم عندهم بنتين فكده فيه اربعة ولاد عاما شابين وعروستين والحكاية التقليدية اللي كلكم عارفينها طبعا البنت اللي ابن عمها والوايد اللي ابنت عمها المهم كل واحد خطب واحدة والمفروض انهم قريب فكانوا هيتجوزوا ويعيشوا ببيت العيلة يشق النصيب لده يتوفق مع دي ولا دي تتوفق مع ده والخطوبة تتفسخ من هنا وهنا فسبحان الله اللي يحصل بقى ده يروح لدي ودي تروح لده او دي تروح لده ودي تروح لده وده يروح لدي المهم هي عملية ملعبكة وانتوا اكيد فاهمين قمتي بس والله عايز اقول لكم من الحد الوقتي هم متجوزين وعايشين في بيت واحد وصحاب جدا وبيتعاملوا زي اللي اخوات واكتر اظن رأيي الاول وضح ان انا مع ده عادي وان الموضوع كله اسمه ونصيب لو اتخرنا المشاعر على جنب تاني رأيي لي في صحاب واهل الموضوع ده بالنسبة لهم خيانة وبيبقوا حاطينه تحت بند لعب والاصول وده صحي برده وده رأيي وانا مقتنعة بيه هم تربوا على كده ومش هيقدروا يشوفوا غير كده ان ده لو كان خطيب صاحبتي يبقى متحرم علي مع انه عادي احنا مش هنحرم اللي حللوا ربنا بس انا فهم هم قصدهم ايه لان المخطوبين اليومين دول بيتكلموا مع بعض كتير الدنيا مش مقفلة زي زمان ودلوقتي كل واحد معه موبايل فبيعودوا يتكلموا بالـ 24 ساع فبيبقوا عارفين عن بعض تفاصيل اهلهم نفسها مايعرفواش فهتبقى البنت اللي خطيب صاحبتها جرتبط بيها دايما كل كلمة بيقولها لها بتفكر فيها وهتفضل تقول لي نفسها ده الكلام ده كان بيقولوا لصاحبتي قبل كده وهتفضل هي اللي تعبرة من كتر التفكير ومش هتعرف تكمل معاه وطبعا في بنات مطرياها ما بتحطش الكلام ده في دمخه خالص وانا كده مش بغلطهم لانهم كده مريحين دمخهم لا بغلط دول ولا بغلط دول لان كل واحد لي طبع ولي طريقة في التفكير وزي ما قلت في نص كلامي احنا مش هنحرم اللي ربنا حلنا لان انتو لا اخوات ولا رضعين على بعض ولا هو متحرم عليك في اي حاجة عادي لو في وفاق بينكم ارتبط بيه طول ما نفسيتك تمام وهتقدر تتحكم في مشاعرك ومش هتزع علي صاحبتك منك وهتبقى صاحبتك مقدرة وفاهمة ما فيهاش حاجة لما ترتبط بيه وانت لو خطيبك سابق وراح ارتبط بصاحبتك عادي انت كمان وجعاجي الامور عادية انا ما توفقتش معاه ممكن صاحبتي تتوفق معاه الا في حالة واحدة لو هو بني ادم وحش كده صاحبتك هيبقى ليه عندك حق النصيحة والمرة واحدة بس عشان ما تفتكرش ان انت غيرانا ان هو هيخطبها واسيبيها بقى هي براحدة ده فيه عائلات في السعيد وفي السعيد ليه ده في كل مكان انا شفت كده لما يبقى فيه اخين وفيه واحد فيهم لقدر الله توفى بيبقى التاني ملزم انه يتجوز مرات اخوه انتوا فاهمين الموضوع لدرجة ايه؟ لان فيه حاجة اسمها تحريم مؤكة يعني مرات اخوية متحرمة عليها لغاية ما اخوية يطلقها ساعتها ممكن انا ارتبط بيها عادي وابل ما حد يهاجمني ده مش كلامي ده كلامي الدين انا مش بقول ان ده نعمله كل واحد على حسب مقدرته ونفسيته بعدين انت مش شفتوش مسلسل الحياة والصرب والاستورة لما في في عدو حكمت علي احمد زهري يتجوز سوميا الخشاب وقال ايه عاشوا مع بعض اخوات علشان بس يرضو الست الحجر ومحمد رمضان اتجوز روجينا بعد محمد رمضان فيا جماعة في الاول وفي الاخر الجواز ده ناصيب ده الرز تهرى من كتر التنقية في ايدي عادة انا متعودة عليها من انا صغيرة حتى لو الرز نضيف وزي الازاز لازم انا اقياه اعملوا بقى لايك وسبسكرايب للقناة ورايه على المطبخ عشان نهاردة القتل ارديح كشري اما نشوف بقى كشري ممازن ولا كشري ابو طاري قلت ام اعمل شوية كشري العمر والعيال اهم بيحبوه وهو برضو تغيير كل يوم رحمة وفراخ والله يلا الحمد لله فقلنا نعمل شوية كشري ومازن بيحب الكشري اوي كمان فما زعلوش وعملو طب كنت سألتكم على الفيسبوك وعلى يوتيوب على نفس السؤال تعملي ايه لو خطيبك سابك وراح ارتبط بصاحبتك او انتو ستوا بعض يعني عادي ما حصلش نصيب تعالوا بقى ارى معكم الكومنتات ونشوف هلا بتقولي لو خطيب صاحبتي وتقدملي بصراحة مش عارفة هوافق ولا لأ لاني ما تحطتش في الموقف ده بس في الغالب هرفض ومش هوافق بس ده بناء على شخصيتي انا انما العكس بقى لو خطيبي شخص مناسب لصاحبتي هشجعها وانا اللي هقفله بصي انت جبت الخلاصة انت جدعة عشان انت فعلا لما هتحطش في الموقف يا عادي ما هتوافق ولا لأ لاني ممكن يبقى انسان كويس بس ما نسبش صاحبتك زي ما قلت ممكن يكون هو انسان كويس ما نسبكيش بس هينسب صاحبتك وجدعني لو سابك وراح لصاحبتك هتقفلهم احييكي عن روح الرياضين امنية بقى رفضة تماما بس بتقول ان عندها مادة واصولة ربت عليها احترامة لمشاعرها اصدها يعني لو خطيب صاحبتها جيت قدم لها حلو برضو ان احنا نفكر في غيرنا وما نبقى شتول الوقت اننيين وبنبص على مصلحتنا وبس ام عمر بتقول البوما لو كان فيها خير ما يتركها الصيادة خلت العريس بوما يا ام عمر فكرتيني بالاغنية اللي في فيلم نجيب الرحاني بطلوه ده واسمعوه ده الغراب جوزوا احلى يا ماما دنيا بتقول هي يعني الرجالة خلصت من الدنيا والله عندك حق يعني خلاص ده قيت بك الدنيا خلاص مفيش غير الراجل ده منال بتقول منال راحت في حتة تانية خالص بقى الصحبة والامان لما اخد حبيبها وهي تاخد حبيبي هنا بقى اللي بقولكو عليه ما ينفعش واحدة تبقى مش هتقدر نيتها ياخد خطيب صاحبتها هتفضل دمخة تلعب بيها ده كان بيقولها كده زي ما بيقولي ما ينفعش تختار خطيب صاحبتها في بقى هنا واحدة بتقول عكس اللي الدنيا بتقوله بتقول مش هزعل عادي جدا هي الدنيا مش واقفة على راجل بس انا عايز اقولك انك هتزعله شكلك كده هتزعله في واحدة بقى انا مش عارفة حدد وجهة نظرها بتقول لا طبعا انا مستحيلة وافق لو خطيب صاحبتي تقدملي لكن لو العكس هتمنى انا كل الخير وادعي لهم كمان طب ازاي يعني انت موافقة ولا مش موافقة وطرتيني وشتتيني يعني هو يبقى حرام عليكي وحلال ليهم بصراحة انا مش فهمكي بس انا حساكي كده انت من الستات اللي بتجي على نفسها سهر بتقول لا مردتش ايه ده يعني حصل خطيب صاحبتي جي تقدم لك وبتكمل وبتقول حصلت ميت مرة وصاحبتي لما كانوا بيعرفوا كانوا بيبعدوا عني مع ان في كل مرة كانوا بيتقدموا لي ما مرداش وما لو كنت بترضي كانوا هيعملوا فيك ايه وبعدين كل خطاب صحابت كانوا بيسبوهم وحصلت معاكي ميت مرة شكلك امر يا سهر بعتلي صفتك على الخاص يلا حط الشعرية على العدس والرز عشان يستوه مع بعض كل بيت بيعمل كشري وصفة مختلفة والطريقة مختلفة كل بقى في الكومنتات انتو بتعملوا الكشري ازاي وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب على القناة الكاميري الكومنتات على ما الرز يستوي والعدس ايمان بقى بتدينا درس فروقية بتقول الموقف صعب جدا بس لو لا قدر الله حصل معايا هبقى واسكن ده اغتيار ربنا واكيد ربنا شهيلي الاحسن هو ربنا يسعده مع زوجته الجديدة بس انا ممكن اقالي الخروجات معاها لان الشيطان ممكن يكرهني فيها شوية وهبعد فترة علشان ما يتسرب شو جوه يا حقدة او ضغينة والله العظيم بالرضو عليك يا ايمان انا مش عارف ان تجابها الدخل القوية دي من ايه الهام حطت ايديها على نقطة مهمة جدا تركزوا معايا بتقول اولا انا متجوزة بس رأيي لا علشان هما كانوا متفقين في وقت من الاوقات وكل واحد شاف التاني حاجة عجبته ولما ياخد صاحبتها هتف للحاجة الحلوة دي في باله كل ما تجي سيرتها والتانية مهما كان ثقاتها في نفسها برضو مش هتبطل واش وكل مرة هيقابلهم حتى لو صدفة هتقوم مشكلة بينهم ده اللي انا قلته ان في بنات مش هتستحمل كل حاجة هتفتكر الماضي فهتقوم مشكلة فمش هيعرفوا يتكملهم يبقى نبعد النار عن البنزين لو احنا مش حنيقدر نتحمل يا اما نكبر دماغنا ونعقل كده بس في ناس كتير في الكومنتات بتقول لو تعرض علي مش هوافل بس لو العكس مش هزع لقلي ده نصيف طيب ازاي زي ماليكي زي معاليكي لميس بقى بتقول انا الباب اللي بقفله مش ببص فيه تاني وبعدين دي صاحبتي مشكلتي لو اختي استني يا لميس هجيب حالة الصلسة وراجعي لي عشان نولع على الصلسة علشان اللي هيتجوز اختي هيفضل رايح جاي علينا لكن صاحبتي انا مالي وملجوزها اصلا يعني لو عرفت احافظ على صدقتي معاها تمام ما عرفتش خلاص هي اللي اختارت بس هو احواري الاختي ده يبقى صعب شوية رغم انه عادي وبيحصل في عائلات كتير وبيتقبلوا الوض بس زي ما قلت على حساب نفسية البني ادم وقوة تحمل واحدة بتقول وانا لحظ صفة حد غيري ليه دك القرف ده تعليق تكتبيه على حزبه ده كلبي يا ابوه شايماء بتقول مفيش حاجة اسمها صحاب دي مجرد لعبة مع الاسف شكلك اتلا دعتي لدع من الصحاب احنا كلنا هنا على الصفحة صحابك بس احكيلي عملوا فيك ايها الخاص شوف المقرونة كده استوطل لسه مارين بتقول حصلت قبل كده ان واحدة صاحبتي ما اتفقتش مع خاطبها وانفصلوا وراح اتقدم لوحدة صاحبت تاني ووافقت عليها استني بقى صف المقرونة او جا حكيلك بقية القصة وانتو عملوا لايك وسبسكرايب لي القناة لما صف المقرونة وارجعلكم ما تروحوش في حتة انا جاي كمي المقرونة هيا مارين وبعدين ايه اللي حصل كميلي بتقول ان انا مكنتش متقبلة الموضوع في الاول وبعد كده استوعدت وقلت ان كل شيء اسم ونصيف بالزبط ده اللي انا بقوله الجواز ده اسم ونصيف الكومنت ده بقى بتاع مارين ما عجبش واحدة ام الدخلة رد عليها واحدة دخلت قولها تخت خطفوا من صاحبتها كده عادي وهم اصحاب مع بعض دخلت مارين مردت عليها قالت لها دي مشكلة لو خطفتوا من صاحبتها لكن كده كده هم ما كانوش متفقية وهي ما كانتش سبب في انفصالهم خالص يعني هي مالهاز زمن وهنا بقى يفتح لي نقطة تالتة خالص الصحاب اللي ربنا يكفينا شرهم تلاقي البنت من دول اول ما تتخنق مع خطيبك تقعد تسخنك وتقعد تسخنك على اي مشكلة ما بينك وتعمل من الحبة قبل وهي بيبقى هدفها حاجات تانية مش تسخنك بس خليك انت بقى نصحة وما تسخنش على خطيبك على كلام حالك وفي بقى الصحبة محضر الخير تقول لي كيبعتيني رقمه عشان اصالحكم وتفضل طول الليل بترغي معه في التليفون بحجة انها بتصالحكم وتصالحكم فعلا بس بعد فترة سبحان الله بتلاقي النصيب رحلها ارزاق في واحدة دحكيتني قوي بتقولي لو خطفها مز وحلو هفكر في الموضوع وفي الحالة التانية مش هزعل هقطع لكتي بيوم هما الاتنين يا انانية في واحد داخل في الكومنتات معرفش داخل لي الموضوع ما يخصوش بس بس يعيني فقد الشغف بيقولي يا ميني الغبيه اللي تتجوز اصلا خلاصة الكلام الجواز اسمع ونصيب ما تبقيش خطفة رجالة بس انت بقى خليكي امينة وبلاش جو الحر بقى اصلي جات صدفة وانت عينك ملواد من يوم ما اقارى فتحة على صاحبتك ده انت كنت بسة في الكاميرا يوم الفتحة تعملي زوم عليه هو الكوشة اللي خلص يلا بقى حاول اغرفه زي بتوع المحلات كده حاول قلم المكرون زيوه طبق ده بقى تلاقى روكسولة بطارق نحط الصلسة الاولى عشان الحاجة تتحطها لها وتبقى فرش يواد ننزل بالحمص وحاول كده رميل فوق ربنا يسروا ما يعشى في الارض طبق الاروبة اللوكس مكرونة قليل ورد كتير اعملوا بقى لايك وسبسكرايب وانا هاكلوا الكوشة اشوفكم الحلقة الجاية ابو طارق احذر مني بص 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 أموميا